وجاءنا رمضان باليمن والإيمان حين تستقيم الفطرة وتسلم النفس من اتباع الهواء تتمثل في صاحبها قيمة الأمانة وقد أثنى الله عز وجل على المتحل بها في قرآنه والأمانة تشمل كل ما حمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا وهذا يعم معاشرة الناس ومخالطتهم واحترام خصوصياتهم وغير ذلك فالأمانة خلق ثابت في النفس الإنسانية يعف بها الأمين عما ليس له به حق فحفظ الأمانة وتأتيتها وجعلها من أخلاقنا وسلوكياتنا يعد أمرا ضروريا إذا ما أردنا رضا الله سبحانه وتعالى وطاعته ونيل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم واكتساب مودة الآخرين وتأتي الأمانة على ثلاثة أنواع أولها أمانة العبد مع ربه وثانيها أمانة العبد مع الناس وثالثها أمانة الإنسان مع نفسه بأن يختار لها الأصلح والأنفع في الدين والدنيا ولا يقدم بها على ما يضرها ويتوقى أسباب ضعفها ومرضها كل ذلك من أمانة نفس الإنسان عليه ومن أعظم شأن الأمانة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها حتى إلى الخائن فقال صلى الله عليه وسلم أدِّي الأمانة إلى من تأمنك ولا تخن من خانك تعكس تصرفات الإنسان مع الآخرين صورته الداخلية ومن أجمل الصفات التي يكتسبها الإنسان في حياته صفة التواضع لأنها تجمع بين حسن الخلق ولين الجانب مع الناس والمتواضعون يميلون بشكل عام إلى تقديم مصارح الآخرين على مصارحهم ومحاولة تقديم العون لهم دون انتظار المقابل ولا يرغبون بالحديث عن ذلك حتى مع عوائلهم وأصدقائهم أو في المجالس والمحافل العامة وقد أظهرت عدة تراسات أجريت أن الأشخاص المتواضعين أكثر ميلا لمساعدة الآخرين من الأشخاص الفخورين بأنفسهم ويظهرون تعاطفا كبيرا مع قضايا الآخرين كما أظهرت الدراسات بأن تحقيق السعادة يكون أسهل عندما لا نسعى إليها والأشخاص المتواضعون بطبيعتهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم ويدفعهم ذلك إلى الشعور بالسكينة والسعادة فمتى عرف الإنسان قدره وحدود قوته وقارنها بقدرة الله وقوة الله تعالى وأنه ضعيف مقارنة بقوة الخالق لا يسعه إلا أن يكون متواضعا للتواضع في الإسلام ثمار وفوائد عديدة يأتي في مقدمتها محبة الله تعالى لعباده المتواضعين ونتعلم منه كيف يخفض الجناح والذل للوالدين ثم إكرام الله تعالى للعباد المتواضعين يوم القيامة الحياة خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح فهو من صفات النفس المحمودة وهو رأس مكارم الأخلاق وزينة الإيمان وشعار الإسلام كما في الحديث إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء فالحياء دليل على الخير وهو المخبر عن السلامة والمجير من الذنب قيل فيه من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماءه هكذا قيل الحياء ماء الوجه وهو خلق جميل يحمل النفس على ترك الرذائل وهو من أقوى البواعث إلى الفضائل وفعل الصالحات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير إن الاتصاف بالحياء من المطالب العالية والمقاصد السامية والمواهب الغالية وأمنية عظيمة وغاية كريمة يترتب عليه الثناء الحسن والتوفيق في الأعمال وصلاح البال ونيل المطالب وتحقيق المآرب وفي الآخرة أجر عظيم وثواب جزيل وعطاء جسيم وخير غزير وفوز دائم الحياء جوهرة ثمينة غالية القيمة فقده السواد الأعظم من الناس فلنربي أولادنا على قيمة الحياة والسلام خير ختام